رضي الله الشيخ وفقكم الله يقول كيف أعلم أو كيف أعرف العلماء الراسفين في العلم حتى أرجع إليهم وآخذ منهم تعرفهم بعلمهم وبرجوع الناس إليهم وتقدير الناس لهم الله يجعل لهم مودة في القلوب يجعل لهم قدر واحترام في القلوب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فالعلماء يكون لهم عند الناس منزلة يكون لهم منزلة عند الناس ويرجعون إليهم هذا شيء يجعله الله سبحانه وتعالى فتعرف قدرهم بعلمهم وتقواهم وعملهم الصالح وتعرفه أيضا إقبال الناس عليهم وحاجة الناس إليهم نعم ترجمة نانسي قنقر